موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله مساكم في كل مكان ويسعدنا أن نلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم اي تزد حيث المواضيع المتنوعة المتعلقة بالأنشطة الرياضية المختلفة حياكم والله وأتمنى أنكم تأخذون وقت ممتع مع حلقة هذا اليوم وكيد أرحب زميلي طلال الصراف مساء الخير طلال مساء النور عليك زميلي العزيز خالد الاعتبي راحب فيك بالتأكيد ولكل من انضم لنا المتابعة هذه الحلقة من برنامج 8-Z مثل ما قلت أخوي أبو معاذن اليوم سنتكلم عن العديد من مواضيع الرياضية في البداية فقرة سبوت وذلك بعد ذلك فقرة ما بعد النشر وقبل الختام فقرة تايم لاين أكيد اليوم فقرات متنوعة لكن أنا شد انتباهي موضوع ذا سبوت ورجال أطفاء صح ويعني موضوع فعلا شيق وأتمنى أني أنا أستمتع بهذا الحوار لأنه أول مرة تمر علينا يعني موضوع كبير ترى بمعاد ومثل هذه المسابقات أنا أول مرة أسمع عنها نعم عشان شديحنا يمكن اليوم من خلال قناة كويت سبوت نحاول يعني نسلط الضوء على هذه الرياضة بالتأكيد اللي هي يعني تشكل أو تعتبر من الرياضات التي تتطلب قوة بدنية عالية والقدرة على التحمل والتركيز وهذه البطولات بالتأكيد تعتبر من العناصر الأساسية لتطوير مهارات رجال الأطفاء في التعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها حيث تشمل المسابقة على مراحل عديدة مشاهديننا سنشوف معكم هالتقرير ومن ثم لنا عودة تعتبر بطولة تحدي رجال الأطفاء من البطولات التي تهدف إلى تقوية أواصر العلاقات المهنية والإنسانية والرياضية بين رجال الأطفاء في العالم وتعتمد هذه البطولات على الإقل البدنية والسرعة من خلال سباق مع الزمن عن طريق تنفيذ المهام اليومية التي يواجهها رجال الأطفاء أثناء الحوادث وتتكون المسابقة من سبعة مراحل مختلفة منها صعود البرج ثم مرحلة رفع بكرة خرطوم ثم نزول عبر السلالم ثم الجري وتحريك كتلة حديدية باستخدام مطرقة ثم الجري لمسافة 30 متر واستخدام خرطوم المياه وتصويبه نحو الهدف وحقق الفريق التابع لشركة نفط الكويت لتحدي رجال الأطفاء إنجازات غير مسبوقة في البطولات الإقليمية والدولية رفعت راية الكويت عالية بكل فخر واعتزاز وللحديث أكثر عن هذه الرياضة ومرحلها والإنجازات التي حققت باسم دولة الكويت يسعدنا نستضيف عبدالله منصوري لاعب شركة نفط الكويت لتحدي رجال الأطفاء هلأ مسألة فيك خي عبدالله؟ هلأ فيك حبيبي حياك الله خير طيب شرفنا اليوم في برنامج عيد وزيد وتحديدا في فقرة سبوت لحديث معاك بالتأكيد أكثر يعني حول بطولة التحدي للرجال الأطفاء خي نقول التي يعني تعتمد على قياس اللياقة البدنية اليوم رح نبدي معاك بتأكيد سؤالنا فيما يخص هذا الأمر وراح نتكلم عن هذه البطولة اللي يمكن أنت شاركت فيها خي نقول في الفترة الأخيرة من خلال مجموعة من منافسات شلون شفت الأمر هذا؟ أول شي في البداية أرحب فيك وفي السادة المشاهدين للأمانة بطولة التحدي كانت لنا بالنسبة لرجال الأطفاء كانت انطلاقة جيدة لتعارف على أو معرفة كيفية تحدي رجل الأطفاء للمخاطر اللي يواجهها أساسا في عمله وكانت لنا صولات وجولات من تقريبا سبع سنين والحمد لله يعني قدرنا نلفت نظر العالم في بطولات اللي حققناها الحمد لله خلنتكلم بعبد الرحمن شوي اليوم عن البطولة أبيك بس توضح الأمر يمكن لمشاهدين مواصلة لهم فكرة الرياضة خنقول بشكل كامل اليوم أنا أعتقد أننا الرياضة هذه كنا نتابعها عن طريق اليوتيوب صحي ونشوفها كانت موجودة يعني خنقول في دول أوروبا أعتقدوها في أمريكا نعم أربعين سنة إيه بالضبط فإحنا كنا نشاهد الموضوع هذا لكن ما كنا نشوفه بالكويت اليوم موجود بالكويت وعندنا أبطال يمارسون هذه الرياضة ويحققون إنجازات فأعتقد أن الرياضة هذه يعني تحتاج إلى مجهود كبير يمكن لياقة عالية جدا تختلف عن أي رياضة أخرى شلون ممكن يعني خنقول اللاعب يجهز نفسه لممارسة هذه الرياضة نعم وطبعا في الأصل رجل لطفاء يكون عنده لياقة وعنده قوة وتحمل صح لأن هذا في صميم العمل أما في بطولات التحدي نعم استفادنا من البطولات اللي صارت واللي كانوا يسوونها أساسا الأمريكان والكنديين صار اللاعب أو رجل أطفاء يطمح أن يحقق رقم قياسي يصبح في بلده وفريق اللي في عمله كذلك نعم في عمله بالضبط نعم لعبة صعبة لعبة شاقة لعبة تطلب من رجل أطفاء بذل مضاعف جهد مضاعف يعني أكثر ما يكون في العمل لأنه محسوب عليك الوقت لما مثلا يطق الجرس لما تكون في الدوام ممكن يتريحي شوي تزرق شوي كذا صح مو مقياس نعم وهو الأصل لكن هناك كاميرات تلفزيون جمهور محسوب عليك الثاني محسوب نعم وفريق الخاص يكون جاهز لك ومات بغلبك صح لأنه أنت أساسا تحامل على عاطقك على الكويت أكيد وودك أنك تفرح يعني أهلك بالكويت خصوصا لما يكون وقت مختلف أنت هناك مثلا الصبح أو أوم الفير يعني صح لو قات مختلفة وودك أنه يقومون من نوم بخبر حلو جميل وهذا اللي فعلا كنا نسوي صح المعروف اليوم أنه يعني لبس معدات خنقول رجال الأطفاء تكون ثقيلة يعني مراحل المنافسات تطلب ليها قابلية يعني إشلون ممكن رجل الأطفاء يقوم بهذه المهمة وهو يحمل مثل هذه المعدات الثقيلة خنقول اللي تعيقه يمكن في الحركة قبل ما أنه يقوم مثل هذه المهمات صدق أساسا هو اللبس الرجال الأطفاء وهو ترى يعني ثقيل ويعيق حركتك فوق هذا اللبس سلندر ممكن وزنه من 10 إلى 15 كيلو والله يكرم السامع الجزمة سميها هم بعد جم كيلو والقلافز والخوذة ثقيلة مع هذا تكون حاط الأكسجين ما تتنفس إلا من الأكسجين اللي أنت حاطه صح وتشيل 20 كيلو وتصعد السلم أنت تخيل أنت من تصعد بيتك والدرع والبيت بدون شيء مرات تلهث فما بالك أنت فوق الأدرينالين ألف عندك صحيف وتلعب وشايلها الوزن ومو قادر أصلا تشوف منافسك هو واصل وين أو شنو يعني متخطي من مراحل يدوبك على قولاته متركز بنفسك تخيل يعني والله جد هذه حتى أسأل اللاعبين من يصفر الحكم اللاعب يقول لك يقول أنا أحس أني بحلم شيفت صراخ الجماهير يقول ما أسمع حس أني بحلم بس قاعد أركز على أساس أني ما أطيح على أساس أن أطبق التكنيك صح لا أتعور وأسبق الخصب أهم أهداف بطولة تحدي رجال أطفاء أنا ما أعطيك إلا بالخير لكن نبي نعرف أهم الأهداف اليوم يعني إقامة هذه البطولة مثل ما قلت لك تطوير من لياقة رجل أطفاء أن تحبب الناس في رجال أطفاء حتى الأطفال وأنا أتف في مقابلات كثيرة الولايات المتحدة الأمريكية يساوهم بسهابقات حق الأطفال يزرعون فيهم ثقافة حب رجال أطفاء أن رجل أطفاء يضحي في حياته اللي أغلى ما يملك علشان ينقذ إنسان أو الله يكلمك تلب ولا قطوة هذا الرجل أطفاء في أمريكا يعتبر الرجل الأول في الدولة تبيان الدور النبيل اللي يحمله هذا يعني شنو عندك أغلى شيء من تروحك حياتك أنت قاعد تعطيه هدية عشان تنقذه يعني استحق التحية والاحترام أكيد خلنا نتكلم عن فريق اليوم شركة نفل كويت لها إنجازات ما شاء الله عديدة على مستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي تقول لنا شوي عن الإنجازات هذه نعم إنجازاتنا فضلوا سبحانه وتعالى كثيرة سواء خذينا الأول مرتين متتاليتين في نيوزلندا بطولة دولية حصلنا على المركز الثاني على العالم في الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 و2020 وصلنا لأدوار نصف النهاية في ألمانيا شاركت أنا شخصيا في النمسا يعني كان إنجازات غير الميداليات الذهبية كنا نكسر أرغام الشرق الأوسط وتعرف شرق الأوسط ما شاء الله يشمل كل الدول العربية نعم فهذا كان مفخرة لنا الحمد لله خلنتوقف شوي عند بطولة العالم لتحدي رجال الإطفاء يمكن البطولة هذه اللي شاركتوا فيها وقيمة وقتها في نيوزلندا سنة 2019 وتم تحقيق الفريق للمركز الأول ما شاء الله عليكم يعني بطولة على مستوى العالم وتحقيق المركز الأول وبدولة مناخها يمكن يختلف بشكل كامل عن الكويت وتبعد يعني من الكيل ومترات ما شاءت سابقيننا بيوم بالتأكيد يعني هذه الأمور كلها ومع ذلك ما شاء الله مشاركتكم وتحقيق المركز الأول يحسب لكم كلمنا شوي عن البطولة هذه يعني كان ودنا أن نكون عايشين معكم في الأجواء هذه ومن هذا المنبر أشكر ربعي لرجال اللي راحوا هناك بيضوها حتى السفير سالم أحمد الوهيب كان موجود أحمد صنوهيب أعسف وكان معاه رئيس أركان الجيش النيوزلندي كان يتحدون بعض يقول لي كوي تفوز قال لا نيوزلندا تفوز فكنا تحت الضغط أننا بيضها صحيح مجلس عفوا خلنا نقول مع السيد هاشم هاشم والإخوان القيادين في شركة نفط الكويت ووعدنا هاشم هاشم الله يتكرر بخير قالنا إن شاء الله راح ناخذ المركز الأول وفعلا لما يبناه قال سويتوه وكافوا عليكم وطني يعني إحنا كلنا فخورين فيكم بتأكيد أبو عبد الرحمن بصراحة ليش ما نشوف اليوم هذه البطولات العالمية تقام بدولة الكويت أسوة بدول المنطقة رغم يعني امتلعكنا المقاومات وما شاء الله عبطال من أفضل ما يكون بهذه الرياضة ليش اليوم ما نستضيف إحنا بالكويت مثل هالبطولات شنو ينقصنا والله إن شاء الله إن شاء الله الناس يعني تسمع من خلال هذا المنبر نعم وأن تحذو حذو دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة استضافوا كاس العالم مرتين وإن شاء الله أنه إحنا إن شاء الله ما فيه نكسور وإن شاء الله يستضيفونها هي بطولة تقام بشكل سنوي بوعد رحمه نعم سنويا سنويا وفي عندهم بطولات محلية وكانت في بطولة الخليج وكانت في بطولة كاساس يعني متفرعة لكن مثل ما تفضلت أنت ما فيه مقياس معين عكس الولايات المتحدة الأمريكية يحط لك سيزن تاريخ من شهر ثلاثة إلى شهر عشرة خلال هذه البطولة خلاص أنت عارف التواريخ تشارك في البطولات تأسس نفسك من أنا عليك تكون مجهز وعارف شغلك كذلك نيوز لإندا كذلك أوروبا عندهم جدال وإن شاء الله نتملنا نحن بالكويس إن شاء الله لبن الله أنتو تستاهلون بالتأكيد أكثر من شذيك أدارك يعني اليوم شلون تم عملية أعدادكم والتحضير لكم المشاركة في البطولات تختلف خنقول عن اللعبة نفسها أعدادكم وتدريباتكم هل إيه هي نفسها نفسها اللي تلعبونها خنقول أثناء مشاركاتكم أم في تمارين معينة بشكل آخر ما حد يدري طريقتها شلون ودنا نعرف منك ممتاز شلون تم طريقة أعدادكم للمشاركة في البطولات وقلتها من قبل فيه أعدادين أعداد عام وأعداد خاص الأعداد العام أنك أنت طول السنة تتمرن لكن فيه تمارين سرية يعني مو المقصد أنه ما بيعرف صحة أنا لا موجودة هي وكيف شيء لكن هذه التمارين هي يعني تقوي من سرعة رجل تزيد من أداءه وقوته نعم ومثل ما تفضلت قبل البطولة بشهر شهرين خلاص على اللعبة نفسها على طريقة طريقة اللعبة نفسها و تشوف كم يمت كم رابك حلو الاحتكاك اليوم مع رجال الأطفاء من مختلف خنقول دول العالم شلون تساهم في رفع المستوى التحدي خنقول لكم اليوم ما شاء الله كل دول العالم يمكن أنتم اختلطتوا في رجال الأطفاء تقريبا يعني في العاملين في هذه الدول شلون يعني الاحتكاك أثر فيكم بأي طريقة من خلال عملكم من خلال أيضاً خنقول يعني ممارستكم لهذه الرياضة الشاقة الأمانة تعلمنا منهم وايد و كانوا ما يقصرون كانوا ينصحون هذه الطريقة قلط هذه الطريقة صح و كذا كنا نتأثر بكلمتهم يقولون أنتو الفريق العربي الوحيد اللي شارك فيه بطولات كوس العالم اللي هي في الولايات المتحدة الأمريكية و شاركنا بأمم أوروبا جميع الدول الأوروبية موجودة حققنا انتصارات وايد حلوة في أوروبا لكن في بنالتي هو اللي ما خلالنا نوصل قبل النهاية و الحمد لله يا يا فالولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً لما يكونوا موجودين دول أوروبا و أمريكا و الأرجنتين و الدول هذي كنا نستانس لما يكونوا أنتو دولة عربية وحدة و قاعدين يتنافسون تروحون و وصيف البطل و احنا يعني كنا نشوف الدول العربية يعني خلنا نقول أحب الكويتي مو كسوراً فينا لكن ما يقدرون يجادحون الأبطال لكن احنا كسرنا القائدة و نقول دولة وحيدة والله الله يغيرب عليكم الله يطول العم سواء شركة نفط الكويت أو الإدارة العامة للأطفاء نعم الله يطيكم العافية قبل الله نختم معاك نبي نعرف شنو مشاق أو يعني استحقاقاتكم و مشاركاتكم في الفترة المقبلة شنو من قطولات و مشاركات هل مرة بتابعكم ايو والله كلنا راح نتابعكم إن شاء الله و قلت لك يعني لعبة جميلة و يعني و ممتعة فيها نوع من التشويق خي نقول والله الحمد لله مرة يون طلبت طلبت الكويت اللي بكندا كان شعور مفرح و عساس ما ضيع سؤالك إن شاء الله فيه استحقاق قادم إن شاء الله شهر ستة الولايات المتحدة الأمريكية و انتظرونا إن شاء الله رافعين الرأس إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق كابتن عبدالله المنصوري و مشكور على وجودك معنا اليوم نراك إن شاء الله بعد مشاركتك المقبلة و أنت البطل و رافع إن شاء الله الله يرحمه يعني أحد المراكز سنقول الثلاثة الأول إن شاء الله لأول إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق مشاهدين لنا هنا ننتهينا من فقرة سبوت ننتقل إلى فقرة ما بعد النشر و زميلي خالد لأتيبي يشهد استاذ جابر الدولي بعد غد الثلاثاء قم من العيار الثقيل بين نادي الكويت و النادي العربي على لقب كاسمو ولي العهد ووصل العربي لهذا الدور بعد تجاوزه لتضامن في الدور التمهيدي بثلاثية نظيفة قبل أن يعود ويحقق الفوز بنفس النتيجة على الاصليبخات في ربع النهائي ليصل للمباراة النهائية بعد تجاوزه لنادي السلمية بهدفين نظيفين في مباراة نصف النهائي بينما بلغ الكويت حامل اللقب النهائي بعد تجاوزه للشباب و الفحيحيل بربعية نظيفة في الدور الربع والنصف نهائي ليبصم عن تواجده في نهائي يبحث فيه عن المحافظة على هذا اللقب وكان العربي حقق لقب السوبر أمام نادي الكويت بهدف النظيف الأمر الذي سيجعل العميد يبحث عن الثأر في هذا النهائي في حين سيكون الأخضر أمام تحدي إثبات الذات وخطف لقب آخر من العميد لكويتاوي فأين سيستقر لقب كأس مولي العهد في المنصورية أم كيفا؟ حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكل من يتابعنا من خلال برنامجنا A to Z وفقرة ما بعد النشر كل الشكر لزميلي طلال الصراف وضيفة الكريم في فقرة The Sput وكيد من خلال فقرة ما بعد النشر الحديث عن نهائي كأس مولي العهد حفظه الله ورعاه حيث يلتقي نادي الكويت والنادي العربي يوم الثلاثاء بعد غد في نهائي كأس مولي العهد بستاج جابر الدولي قمة كبيرة تنتظرنا وإثارة ومتعة متوقعة لكن سيظفر فمن سيظفر بهذا اللقب فيما بعد النشر اليوم سنناقش أكيد مع ضيوفنا أهم الأمور الخاصة بنهائي كأس مولي العهد حفظه الله ورعاه وأكيد أرحب بضيوفي أكيد لاعب السابق نادي الكويت كابتن علي الزايد هيا كابتن علي الزايد حيث كوي معه مشكور ما قصرت وأنا سعيد بوجودي معاكم اليوم إن شاء الله للحديث عن المباراة المرتقبة نهائي كأس مولي العهد إن شاء الله ونتمنى يعني الفوز للفريق اللي يكون يعني جاهز فنيا وإن شاء الله أتمنى غريغنا دي الكويت أنا عندي ملاحظة بس برحب عبد العزيز ورد لك أكيد أرحب بضيفنا ناقد الرياضي زميلنا عبد العزيز جاسب حياك اللعب العزيز أتشرف تواجد معاكم بمعاد بغناتنا كويت سورت والنجم الكبير علي الزيد وإن شاء الله يعني نفيد المشاهد ببعض المعلومات إن شاء الله إن شاء الله قبل شوي إحنا نتناقش قبل الهول صوت علي الزيد ما شاء الله يعلم مبارات والمرجز دي الحين جنا بدا الحين بالموضوع تغير الصوت مع اللايب لو مع اللايب شوية مع اللايب ولا مع المبارات في response هينا بجول المبارات وقت الصجية إن شاء الله ليحنا إن شاء الله يعني صوتنا راح يعلق بالملعب إن شاء الله أنت قبل شوي ماشا الله تقول الكويت ان شاء الله يا رب عمليا أكيد إحنا راح نتحدث عن عمارات الكويت والعربي واللي صراحة نتمنى لهم كل التوفيق للفريقين نتمنى نشاهد نهائي ممتع ما بين الطرفين خصوصا لما يملكونه من لاعبين مميزين ومحترفين أيضا مميزين وإن شاء الله ترتقي لمستوى الحدث وأكيد يعني بتشريف سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح حفظه الله العالي هذا النهائي الغالي أكيد على الجميع وأكيد نتحدث عن المباراة النهائية بس قبل أن نتحدث يمكن كان هناك أحاديث بأن المباراة النهائية كانت من مجان بعدين أصبحت بتذكرة بدينار لكن قبل لحظات من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم في تويتر أكيد أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف بأن المباراة بالمجان حضور الجماهيري بالمجان والدخول بالمجان للجميع لكل من يرغب بحضور هذه المباراة وهذا النهائي الكبير كابتن علي زيد مباراة أكيد مباراة قمة وتعودنا يمكن في الخلال السنوات القليلة الأخيرة مباراة العرب والكويت صراحة مباراة قمة مباراة ما تعرف من الفائز فيها وخير ذلك لننتكلم على كأس السوبر براكلات الترجيح العربي قدرنا يحصل على هذه البطولة صحيح مثل ما تفضلت طبعا مباراة الأخيرة ما بين نادي الكويت ونادي العربي مباراة طبعا كبيرة ومباراة حساسة وقوية بما يملكون الفريقين من لاعبين صراحة فنياتهم جيدة وفنياتهم عالية وغالبيتهم يعني لاعبين في المنتخب الكويتي طبعا فريق نادي العربي في السنوات الأخيرة هو اللي أضاف لهذه المنافسات اللي ما بين نادي الكويت ونادي الكويت ونادي العربي القوة لأن نادي العربي رجع إلى مستوى المعهود رجع إلى مكانته للكل يعرفها فهذا ما خلى أن مباراة نادي العربي ونادي الكويت مباراة مرتغبة مثل ما كانت مباريات الكويت ونادي الغاتسية بالسابق أو بالسنوات الأخيرة مع نزول مستوى نادي الغاتسية وصعود مستوى نادي العربي صارت المباريات ما بين الكويت والعربي هي المباريات المرتغبة أنا أتوقع أن المباراة راح تكون قوية من الطرفين مباراة صراحة يعني غالبية الجماهير لا يعرف أن نتحدد منه اللي راح يكون فائز في هذه البطولة لأن المستوى متقارب ما بين الفريقين تبغى فروقات ما بين فريق وفريق ومستوى لاعبين أتمنى إن شاء الله أن تكون المباراة يوم الثلاثة جميلة يستمتعون فيها الجمهور إن شاء الله حتى على مستوى الدوري يمكن في آخر مباراة فوز العربي 1-0 على الكويت في ختام القسم الأول من هذا الموسم لكن كيف ترى المباراة زميل عبداليزي جاسم؟ نفس ما ذكر الفروقات متقاربة لكن في الفترة الأخيرة أنا أرى أن هناك تفوغ نادي الكويت من ناحية المستوى على العربي تفوغ من ناحية المستوى ليس النتيجة نوعاً ما العربي الأداء الجمالي النتيجة من صالح العربي النتيجة صحيح كانت النتيجة في مباراة السوبر لكن كان مستوى الكويت أفضل في المباراة في مباراة الدولي العربي كان مستوى أفضل والنتيجة هي للعربي لكن التطور الأخير الذي حصل في نادي الكويت من خلال الثبات في التشكيلة وطريقة اللعبة التي تتبعها الكابتن نبيل معلول ويمكن قبلها ونحن كنا نسول في استخدام جاي دمبلي وعودته لنادي الكويت وأيضاً أنا بالنسبة لي أشوف العنصر الأكثر تأثيراً بنادي الكويت في التشكيلة كلها هو ياسير الخنيسي كان هذا المهاجم هو اللي يفقده نادي الكويت سواء في التهديف أو في التمركز أو التحرك بره منطقة الثمنتعش نحن شفنا حتى في مباراة السالمية الأخيرة أنا بالنسبة لي يعني ممكن المباراة كانت أولي نتيجة ثانية لو كان الخنيسي موجود لأن تحركاته واضح أنه صراحة لاعب مهاجمي خصوصاً تتكلم عن مهاجم منتخب تونس لعب في منتخب تونس يعني لعب في مباراة عديدة في بطولات عديدة بطولات أفريغية فأعتقد أن هذا المهاجم هو الفارق أيضاً في نادي الكويت النادي العربي التراجع أنا قاعد أشوفها من ناحية الأداء الجماعي ما هو النادي العربي في فترة أخيرة الأداء الجماعي اللي احنا قاعد نشوفها قاعد تغلب عليه صحيح ويمكن واحد محللين اذكره الفردية لأن اختيارات المدرب في الفترة الأخيرة اللي لاعبين يجدون اللعب الفردي كعلي خلف كبندر السلامة كمحمد الصولة كسنوس الهادي هذين الأربع لاعبين أساسهم هو اللعب الفردي مو اللعب الجماعي فأنت كل واحد يحب يحتفظ في الكرة ودائماً اللعب المهاري لازم يكون لعب أناني في بعض الأحيات فأعتقد أن هذا الأمر مأثر نوعاً ما على الأداء الجماعي في العربي لكن يبقى أنا أشوف أن المباراة النهائية أي لاعب يعيد حساباته ويعيد تركيزه يمكن في بعض مباراة الدورة يقول ممكن أعوض لكن في مباراة النهائية يقول من الصعب التعويض نفس ما أقوله مهما كان مستوى كويت مهما كان مستوى العربي تبقى هذه المباراة له حسابات خاصة تركيز الهدف الواحد ممكن يعطيك اللغة نعم كابتن علي الزيدي ممكن أخوي عبد العزيز جاسم ذكر أن الكويت كمستوى أفضل قاعد يقدم وأنا ممكن خير دليل متكلم على نتائج الكويت نتائج الكويت بعد خسارته أمام العربي في الدوري 1-0 لعب مع خيطان في كاس الاتحاد فاز 4-1 لعب أيضا بالدوري تعادل 1-1 مع اليرموك بالدوري 5-1 على التضامن أيضا فاز على الشباب في كاس والعهد 4-0 على الفحيل 4-0 الدوري 3-0 على القادسية تعادل المباراة الأخيرة مع السالمية 1-1 لكن فيه مستوى يقدم أيضا نتيجة أيضا قاعد يسجل أهداف كثيرة نادي الكويت شوف أول ما جاءنا الكابتن نبيل معلول نحن تأملنا خير في هذا المدرب صراحة مدرب خبرة ويملك CV جيد في التدريب وأنا أتوقع أن اللاعبين مع مرور الوقت ومع مرور المباريات تطور مستواهم من خلال ما يأخذونه بالتدريبات من خلال الكابتن نبيل معلول أنا أتوقع أن فريق نادي الكويت القسم الثاني تغير كبير عن القسم الأول من ناحية ثبات التشكيل من ناحية التكتيك اللي قاعد يلعب فيه المدرب من ناحية يعني الخطوط فريق نادي الكويت سواء من الخط الخلفي أو خط الوسط أو خط الهجوم تشوفه أنه صار فيه ثبات نوعا ما تغيير مثلا لاعب أو لاعبين بسبب مثلا عقوبة أو مثلا إصابة بسيطة ولكن مجمل اللي قاعد نشوفه في نادي الكويت أنه فيه ثبات بالتشكيلة في المباريات الأخيرة فهذه اللي خلى فريق نادي الكويت أنه قاعد يقدم مباريات كبيرة من مباراة إلى مباراة وتشوف نسبة التهديف اللي عندنا يعني جدا عالية أنت لو تلاحظ القسم الأول كان الأبو كان يلعب بروحه في خط الهجوم الآن معنا الخنيسي يعني مهاجمين أثنينه ترك أريحية للأطراف أنهم يتحركون نشوف ديمبلي مستوى من مباراة إلى مباراة يتقدم نشوف الزنكي ما شاء الله عليه تشوف الثبات في خط الدفاع من خلال فهد الهاجري أو من خلال اللاعب الأسترالي فالحمد لله رب العالمين يعني الفريق مستوى عموما يعني تشوفه أنه في فيه ثبات وفيه تطور من مباراة إلى مباراة نعم عز جاسم أيضا العربي وأنت ذكرت أنه في هناك عدم رضا على أداء فريق النادي العربي مع العلم أن الفريق النادي العربي قاعد يحقق نتائج وقاعد يفوز يعني تكلمت من الجولة تقريبا السابعة أمام كالما خسر بعدها انطلق العربي بنتائج تعادل مع النصر وبدأ تسع مباريات متتالية فوز حد مايق مباراة السالمية من ضمنها فاز على الكويت من ضمنها فاز على القادسية من ضمنها فاز على السالمية بكاس ولي العهد لكن خسر في الدوري في الدوري ثلاثة اثنين وعاد فاز على الفرحة اثنين واحد إلا أن لازال العربي تكلم كمستوى ما تكلم كنتائج من أفضل فرق طبعا نتائج لكن كمستوى إلى الآن ما فيه رضة من الجمهور أو حتى تكلم على المحلل أو النقاد بشكل عام على أداء فريق الناد العربي شوف الغصم الأول العربي كان فيه عنده نتائج شوي متذبذة بل كان المستوى عالي جدا بالنسبة لي كان في الغصم الأول رغم واحد العربي نعم أنا بالنسبة لي كنت أشوفه لكن الآن مع بداية الغصم الثاني شوفوا مباراة الفحيحة الأخيرة شوف المعاناة اللي عانوها الناد العرب في مباراة الفحيحة لأننا تقدمين 2-0 من المفترض أن أي فريق ثاني يعني نوعا ما يتراجع النهار والفريق اللي يفايز 2-0 هو اللي ينتعش لكن حدث العكس في المباراة في شيء غريب للفريق العربي ليس الفريق اللي يتقدم 2-0 ويكمل على نفس المنوان قاعد يتقدم هدفين ويتراجع إلى مستوى يعني غريب صراحة أنا شوف أنه دايما العربي قاعد يلعب براء بشقين وهذا خطير جدا على أي فريق شوت مميز وشوت عكس تماما اللي غدمه في الشوت الأول أو العكس الأول مزين والثاني زين وهذه شغلة سلبية جدا في الفريق الشيء الثاني احنا نتكلم عن إعطاء بعض اللاعبين الفرصة في وقت سابق أنت لما سير عندك إصابات أنا ما احترام إلى نادي العرب حينا ما ندخل في هذا الأمور لما يكون عندك البديل جاهز هنا أنت تقدر تنافس يعني مثلا نادي الكويت لاعب مثل إبراهيم كاميل أعدى الكابتن النبي المعلول أعدى أعدى وصار حقا من أفضل مهاجمين عنده لقدر الكويتي ويعتبر يعني إن شاء الله يكونوا مستقبل الكوريتية أنت في العربي من اللاعبين اللي أعديتهم من يكونون بدلاء لللاعبين الأساسيين يعني أنا مع العلم أن أسماء كثيرة يعني في الناد العربي أسماء كثيرة أسماء مميزة وايت كلهم مميزة لكن ما أعطاهم الفرصة حتى علي عبد الرسول لعب المباراة بطافة أظهر مستوى مميز جدا سيف الحشان سيف الحشان العواضي أنا بي على نقطة أنا بي على نقطة أساسية وهي تكلمت فيها معاك أبو معاذ قبل أنا لما قلت ما يصير فريق يلعب مهاجم واحد ما تصير في عالم كرة الغد ما فيه ما فيه فريق منافس على لقب دوري أو على بطولة عنده فقط مهاجم هو الشعلة رأس حربة تكلم صريح سلمان عوضي ولاعب واحد وشاب أنت تقصد طبعا كرأس حربة وحيد في السكورشيت في الفريق كامل سلمان عوض نحن نعرف مو كمباراة لكن تتكلم كلاعب وحيد مهاجم صريح أيضا شنو كان من أفضل ما عنده قديم من أفضل مفترض إما يشوف لاعب محلي مهاجم زين نعم كرأس حربة أو يتعاغد مع لاعب ثاني يتخلى على لاعب بوسط لأن أنت الآن في كل مباراة الجمهور حاط للشعلة تحضغت والشعلة لا يظهر بالمستوى المطلوب بل بالعكس أنا بالنسبة لي أني أرى أن تأثير كان على الدالة أكثر من الشعلة على الدالة على الأغل تحركاتها كانت نوعا ما تفيد الفريق كانت حصل على رقلات جزاء كان يعني كأداء بالنسبة لي أشوفها أفضل من الشعلة الشعلة لاعب زين ومو زين لكن أنت وضعتها تحضغت مهاجم وحيد زين اليوم المهاجم مو في يومها يصير مهاجم مو في يومها وين البديل تلعب الشاب سلمان العوض سلمان العوضي أساسا يعني مو يعتبر رأس حربة صريح فقاعد تلعبه وأيضا تحطه تحضغت وتخلي هجوم عليه من الجمهور إذا ضاع هجمة أو فرصة محقق للتسجيل هنا هذا الخطأ نرجع لحراسة المرمى مع احترام الشاب الواعد جاسم العوضي لكن نحن قلنا شاب نادي مثل العربي لازم يكون مثل الحسينان مثلا الكويت متمرس يعني كان مفترض حل مشكلة على الشراء على الشراء أيضا كان مفترض حل مشكلة على الشراء هذا أنت أصبت لازم أنت عندك حارس مويض مثل على الشراء تتمسك فيه أنا قاعد أقول لك أعطيك أمثلة الغاتسية بارك الحربي حارس خبره صال 15 سنة أحمد عادي ونواف المنصور السالمية كاظمة حسين كايكوني البديلة يوسف الكندري أعتقد لا فيه كان عنده بعد حارس بس أعتقد صابق بس أنا أقول لك أنت الفريق ذا منافس كويت عندنا ضاري اعتبي ماشاء الله حارس واحد النصر نصر تكلم خليفة رحيل والحسينات فأعتقد بحجم نادي العربي يجب أن يكون بديل لحارس بديل يكون عنده خبرة كافية أنه تعرض لحارس لصابه نفس الشيء في الهجوم أنت الآن مركزين واحد نحن الناس يعتبرون النصر الفريق حارس المرمى ما عندك لا بديل يعتبر يمتلك الخبرة ورأس الحرب المهاجم الذي يخلص المباراة ما عندك لا بديل فأنت الحلول هذه افتغدتها فمن الطبيع تراجع نتائجه وحراسة المرمى ترى تحتاج إلى مو بس مستوى فني للحارس تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى بنية جسمانية صراحة يعني الحارس إذا كان النادي العربي عليهم يعني شغل كبير أنهم يشوفون لهم مثلا حارس مرمى يعدونها للنادي العربي بالنسبة في لاعبين صغار في السن يمثلهم مشكلة ابو معاد ليش جماهيري في كل مباراة الجمهور موجود فاللاعب الشاب نوعا ما وانت كنت يعني لاعب شاب وتعرف الجمهور موجود شوي يمثل عليك ضغط كبير صحيح ونحن لا نقول لحنا لاعب مميز جدا حارس مميز جدا نحن لا نحطم الحراس لا بسوء جاسم العوض يعني يعني ما كان سيء حارس واعد لا لا حارس واعد حارس يعني بالعكس مستقبل ممكن يكون كورويت يحتاج مباريات يعني خبرة لكن الآن العربي في خضم منافسة نعم فأنت من الصعب أنك أنت تشوف حارس وتجرب بس شوف أنا بقولك على شغلة بالنسبة حقه حراسة المرمى احنا بسابق الكويت عموما الكويت كدولة الكويت ما نعاني من حراسة المرمى صراحة يعني كنا عندنا حراس مرمى كبار وكانوا غالبيتهم نفس المستوى ونفس البنية الجسمانية يعني عرفت شون أن يتعلى مثلا بالجاهراء تلقى لك فلاح دبشة فلاح دبشة تي مثلا كاظمة الفضلي أو كنكوني تي نادي الكويت عندنا مثلا حميد وعندنا كان مصعب فتحس القاتسية هم كذلك فتحس أن حراس المرمى أجسامهم بنيتهم الجسمانية كانوا كلهم كلهم نفس الآن تشوف الجيل اللي عندنا صح البنية الجسمانية نوع يعني رحيل صراحة خالد العجاج خالد العجاج يا آسف حارس يعني جيد وكل شيء ولكن بنية الجسمانية ما هي بالمستوى المطلوب لحراسة المرمى العوضي حارس نادي العربي فيعني يحتاجون إلى جيل جديد من حراس المرمى حتى أن الكرة الكويتية تكون في أمان خصوصا بخط المرمى نعم بس هل يعني حراس المرمى يعني في حراس على مستوى العالم يعني مكانياتهم كامبوس حارس مرمى منتخذ المرسي بارتيز نعم يعني شذوذ شذوذ صح معان يعني ترى بارتيز ترى جسمان اللي يقول ترى بارتيز لا كان طول وواضح بس الناس يشوفون لأن شوي يعني جسم الكويتية ونشوف إن شاء الله في أفضل نحن نحن ترى كلامنا يعني مو يعني مثلا تشفي على اللاعب أو قاعد مثلا نضحك عليهم أو شوان لا بالعجل هذا واقع يعني عرفت شون يعني أنا كإداري في نادي معين أو كمدرب أحتاج إلى حارس مرمى أحتاج إلى مدافعين مثلا بنيتهم الجسمانية أحتاج إلى مهاجم مثلا يكون بنيتها الجسمانية يعني في خطوط كرة الغدم مو بس عقل يعني تحتاج إلى جسم نعم الجسد مهم جدا تفصيل اللاعب نعم في مدربين يختار الجسم من البداية وبعدين يعمل على تطوير مستوى اللاعب نروح على مباراتنا ونتكلم اليوم العربي في آخر مواجهات هو يعني متفوق على نادي كويت تكلم في كأس السوبر أنا ما أتكلم يعني آخر مبارتين على الأقل كأس السوبر تعادل لكن بالنهاية ركلات الترجيح فازل العربي بالدوري فازل العربي هل هذا يعطي الكويت اليوم حافز مع أن الكويت يقدم مستويات لكن بالنهاية أيضا يرى أن لا بد أن نلفوز في مبارات على العربي بغض النظر على النهاية هو يسعى البطولة لكن أيضا في المقابل العربي ومحاولة الثأر من الخسائر الأخيرة طبعا طبعا مثل ما تفضلت يعني فريق نادي العربي يوم تغلب على فريق نادي الكويت في مباريات الكاس أو الدوري ما جاء من فراغ جاء من طبعا من مستوى والعربي ما نقول عنه أن الفريق ولكن ممكن العربي مدرب الفريق يمكن مر بظروف مثلا أو في عنده بعض الأخطاء في بعض المباريات ولكن يظل فريق نادي العربي فريق محترم فريق ينحس بالأحساب وكذلك فريق نادي الكويت يعني يوم في المواجهات اللي ما بيننا وبين نادي العربي نادي الكويت قدم مستويات ولكن نادي الكويت كان يعني بالسابق مثل ما قلت لك يعني بالقسم الأول كان يعني تغيير مدرب جديد مستوى لاعبين كانوا يعني في إصابات عندنا والآن مع مرور الوقت مع مرور المباريات تطور المستوى ثبتنا على تشكيل معين زجينا في لاعبين ناشئين يعني احنا تدري نادي الكويت كان نفتقر بالسابق أن نكون نحن مثلا صباقين في أن نحن مثلا ندفع باللعبين الصغار ولكن الآن قاعد نشوف الحمد لله رب العالمين راهيم كاميل قاعد يدش بالمباريات ساعات يكون أساسي وحتى إذا لعب مثلا بالشوت الثاني قاعد يأثر علي حسين عندك يعني عزيز ناجي عندنا الحمد لله رب العالمين قاعد يعطيهم فرصة الكابتن نبيل المعلول وهذا الشيء الإيجابي صراحة اللي اللي احنا يعني شفناه بالكابتن نبيل العلول وأفرحنا يعني صراحة نبيل تقريبا أعطى الفرصة لإبراهيم كميل فقط يعني عبد العزيز بن ناجي شارك سابق شارك بالسابق يعني شارك يعني هذا عاد حيال أنا أقولك عاد حيال بالسابق مشارك غنان ما كان يلعب هذا الكويت الآن هو اللاعب العنصر الأساسي عنده نعم في الجهة اليسرى كانوا المدربين اللي يدورون يلعبون فهد الهاجري أو يلعبون عزيز ناجي أو يلعبون وعنده ظهير أيسر نحن نقول يعني خالص على قولتهم هو ظهير أيسر هذا اللي أنا قاعد أقولك إنه ثبات 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 والفرصة هو ثبات خلال الآن مشاري غنان اللاعب يعني ما غاب ولا مبارا من أول ما ينبي المعلول وهذا الشي أعطى اللاعب ميزة وآن لو تشوفون كروسات مشاري غنان في الفترة الأخيرة الكرات العرضية وهو سبب في تسجيل عدد من الهداف من خلالها هذا هذه ميزة ميزة عند المدرب أن يعطى الثقة باللاعب في مركزه قبل المدرب اللي شوي ينازل مستوى اليوم على الزيد لا قاعدة ما يصير قاعدة على الزيد اليوم نازل مستوى باشا لازم يكون مستوى أفضل أنا هذا العامل النفسي شوف بعد الهدف أنا ما أدري شنو بتمرين لكن واضح أنه فيه تعامل نفسي شوف بعد الهدف حتى من أول ما يعني اللاعب اللي يكون بديل تلقى ماسكة ويطلعوا إياه اللاعب اللي بيدخل تلقى ماسكة وحاضنة ويتكلموا إياه كابت النبي المعلول يعني عنده شوف عنده شدة فيه تعامل نفسي عنده شدة عنده شدة نعم ولكن ولكن عنده العطف الأبوي يعني عنده اللاعبين كأنهم أولاد طبعاً طبعاً هذا اللاعب يدحب في السابق في المنتخب في 2015-2014 في المنتخب الكويت كنا نروح لمعسكرات ونسافر كتغطيات صحفية انضباطي جداً في عمل صحيح جداً ما يسمح بأي شيء لكن كتعامل شخصي كتعامل أخوي يمكن أحسن من أخ الشخص نفسه في التعامل هذه الشغلة تعطي اللاعب الرياحية نفسية اللاعب حتى إذا أخطأ في الملعب يدري أن هذا المدرب ما راح يعقب اليوم عشان أخطأ في الملعب هذه كرة غدر وغدر صح فيكون مرتاح نفسياً نوعاً ما هو يلعب المباراة هذا الشيء مميز عند المدرب فأنا أرى أن العوامل النفسية والثبات الآن عند نادي الكويت نعم العربي كمهارة فردية ولاعبين مهارة فردية أعلى من نادي الكويت نعم بما أنك تكلمت على العربي إسلامان عبد الغفور يعني أنتم عندكم الصحافيين عندكم هو دخل التدريبات لكن مشاركة صعبة جداً وإذا شاركت وقع في مباراة الكويت إذا قامروا في مباراة الكويت ممكن يغيب فترة طويلة لأن إصابات الكتف إذا ما لتأم الجرح بصورة أو العضلة بصورة أساسية أعتقد يمكن لنهاية الموسم وسليمان إحنا محتاجين في منتخب الكويت مو بس في النادي العربي عندنا تصفيات كأس هذه تصفيات مهمة وعندنا العسكر خارجة الآن في مالطة فأعتقد أن إسليمان أنصر مؤثر لكن ممكن يجازف هو شوف اللاعب هو دكتور نفسه اللاعب هو دكتور نفسه لكن واضح إذا اللاعب قالوا أبي أشارك وما فيني شيء هنا الجهاز الطبي ما يقدر يتدخل في هذا الأمر نفس حسين ما احترامي نفس حسين كان كوني لما شارك فيه مباراة أعتقد السالمية في الدوري اللي يشارك فيها ويمكن تعرض الإصابة أربع مرات خمسة وكان يصر الطبيب أنه يطلع بره الملعب لكن اللاعب هو في السالمية فأعتقد أن يعني هذه العوامل هو اللاعب اللي يصر فيها يبقى حراسة المرمى نوعا ما يعني كحاركة وهذه أقل لكن في التصديات أنت تتكلم عن الإيد والكتف إلى هذا الأساس هنا يجي دور الجهاز الليدار والجهاز الفني بالفريق في تجيزهم لللاعب أهم طبعا أنا أتوقع أن الكابتن أنت ميشا ما أعتقد أنه راح يجازف في في سلمان عبدالغفور إذا ما كان جاهز أمية في المية أتقول والله يمكن ثمانين بالأمية ممكن فصوصا أنه قاعد نافس على بطول في الدوري نعم ما هو نافس على هنا دور أنت ميشا في أنه يعطي العواضي يعطي من الثقة في أنه يقدر يلعب والعواضي يعني يلعب له كذا مباراة بالدوري ومتعود على الجمهور يعني عرفت الشون يعني جمهور العرب الصج يضغط على اللاعب ومنحبهم للفريق ولكن أنا أتوقع أنه كسبوا خبرة اللاعبين خصويا اللاعبين نادي مثلا العربي نادي الغاس للغواعد الجماهيرية هذه فأنا أتوقع أنه فريق نادي العربي ما أعتقد راح يجازف إذا ما كان جاهز سلمان عبدالغفور أمية في المية لتفكيرهم بريات الغادمة استحققات عندهم الدوري عندهم كاس الأمير فأنا أتوقع أنه إذا ما كان جاهز أمية بالأمية ما أعتقد راح يجازف نعم همون هي النهائيات تكسب ولا تلعب ممكن بكل مدرب الغاسية الجزائر مضوي الله يتكلم بخير خليد الدين قال خلي الجمهور يدور المتعة بلو يدور الصحفي أنا ما دور المتعة أنا دور أنا دور الفوز ودور القاضي توقعاتكم خلنا أخذ توقعات كثنا عليكم مباراة صعبة مباراة صعبة صراحة ولكن شوف عطفاً بمستوى الفريقين في الفترة الأخيرة أنا أتوقع أن فريقناد الكويت مستوى أعلى من فريقناد العربي مثل ما قلنا عند لاعبين نادي العربي من اللاعبين المهاريين يفوقون لاعبين نادي الكويت ولكن كمستوى جماعي فريق نادي الكويت متطور أكثر من نادي العربي نتيجة؟ أنا أتمنى طبعاً أتمنى أن فريق نادي الكويت يفوز من مباراة ولكن صعب أني أقول لك النتيجة كابتن عبد عزيز جاسم أنا أقول ركلات ترجيح بس ما أدرم يعني واضح ركلات ترجيح مباراة راح يكون فيها هدام بس ركلات ترجيح أنا أقول لعبين شدوا الحيل شوي في هذه المباراة وأيضاً لعبين الدوري مدربي ديد للأزرق راح يتابعكم وراح يختار لعب اللاعبين المباريات العربي والكويت والله صغيرة متعة إن شاء الله نتمنى أن تظهر الصورة أنا بوجهة نظري ما أعتقد راح تخلص بالتسعين دقيقة وما راح نلجأ إن شاء الله بعد المباراة نلتقى إن شاء الله كل التوفيق للفريقين ومثل ما ذكرنا نتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة يستمتع فيها كل من يتابعها سواء عبر الشاشة أو حتى من يحضر إلى الملعب في أستاذ جابر أنا خذت نختم فغرة ما بعد النشر أشكر ضيوفي داخل السيد شكراً لك شكراً لك وأيضاً ناقد الرياضي زمين عبد العزيز جاسب شكراً لك شكراً لك شكراً لك أيضاً نحن مستمرين معكم في برنامج A2Z فغرة تايم لاين لكن قبل ذهب لها نتابع تقرير خاص عن المؤتمر الصحفي لبطولة الأميرة السنوية الكبرى للرماية كعادته في التألق والتميز نادي الرماية الكويتي كشف من خلال المؤتمر الصحفي عن أودة بطولة سمو الأمير الدولية السنوية الكبرى والتي ستنطلق في العشرين من مارس الجاري على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية وبمشاركة ما يقارب عشرين دولة خليجية وعربية وأجنبية وأكثر من 200 رامياً ورامية يتنافسون على مسابقات الرماية الأولمبية طبعاً هذه البطولة بالنسبة لنا أيضاً محطة من المحطات المهمة لإخواننا وخواتنا الراميات والرماة لتجهيزهم لاستحقاقات القادمة بطولات كأس العالم بطولات العالم القادمة والتي من خلالها يكون فيه التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 طبعاً هذه البطولة تقام في مسابقات رماية الخرطوش شوزن سكيتو تراب رجال وسيدات ووصل عدد المشاركين في هذه البطولة لغاية الآن 200 رامي ورامية سوف نشهد إن شاء الله منافسات قوية في هذه البطولة لأن جميع المشاركين طبعاً يأملون بالفوز بكأس هذه البطولة القالية على الجميع هذا وسيكون رماتنا على موعد من المنافسة الحامية بمشاركة نخبة من الرمات العالميين ويعد منتخبنا الوطني رقماً صعباً بحصد الألقاب والإنجازات ننتقل معكم مشاهدين الأعزاء إلى فقرة تايم لاين التي نستعرض فيها أهم ما ورد عن الرياضة الأوروبية في مواقع التواصل الاجتماعي يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف معنا الناقد الرياضي حسن الخباز حياك الله أبو علي يا أهلا فيك أخي طلال ما يستعليك المشاهدين الكرام العاملين في غنات تارتا تقنالك حبيبي تستاقلك لعافية شعر متبادل أبو علي اليوم عندنا يعني أدة أمور رح نتكلم فيها وراح يعني نخصص لك جزء للحديث عن يوفنتوس وعن الدوري الإيطالي بما أنك مختص خنقول في يعني الدوري الإيطالي أكثر من أي دوري آخر أنا أعتقد أن أتجه من ناحية يعني خنقول حبك حبك لهذه أو لهذا الدوري بالذات من طريقة لعبة من خلال طريقة لعبة أشق سنوات طويلة يعني في النهاية يشوف الدوري إيطالي من عمر بو علي ما يقدر صعب يهده وخاصة تعشق فريق فيه يعني ليس فقط متابع لمجرد متابعة حبك للفريق من سنوات طويلة يجبرك حتى لو الدوري في أسوأ أحواله أنك تتابع وأنا أعتقد أن كل دوري لفترته أكيد اليوم ممكن الدوري إيطالي في أسوأ أحواله غيره في أفضل أحواله ستنعكس الآية في المستقبل وتشوف الإيطالي يصعد وغيره ينزل وهذا حال كبيره لكن لم يعود في أسوأ أحوالك أشوفك نوعا ما بدأت شوية تحلل أمور في الدوري الإيطالي ممكن منافسة بالنسبة لمشاهد المحايد تشوفها امتياز لكن ليس دائما شدة المنافسة تعني قوة عودة ليوبنتوس من الخلف نتكلم عنها هذه أكيد خلينا نتكلم عن أول تغريدة حول تشلسي وآخر المتقدمين لشراء النادي النادي الإنجليزي شركة علامية سعودية تتصدر العروض المقدمة لشراء نادي تشلسي رأيك اليوم بدخول المستثمر السعودي مجددا للدوري قليزي بعد يعني نادي يكاسل الآن المحتمل أن يصبح تشلسي بإدارة سعودية في احتمال على ما ظن يقال المسجار تركي على الشيخ عن طريق أشخاص آخرين بيحاولين يستولوا أو يشترون نادي تشلسي نعم أنه ما يكون تبع الحكومة السعودية لكن أنا أعتقد أن الأمور صعبة جدا صعبا أن يقبلون بعملية استثمار بهذه الطريقة خصوصا مع ملف التعاطي لتعاطوه مع رومان أبراموفيتش كان صعب جدا التعامل وممكن يكون أكثر من ظلمهم جمهور نادي تشلسي بشكل كبير أكيد وقالوا في فترة سيئة أنا أتمنى أن نشوف الاستثمار الخليجي يكون ناجح يكون ناجح وبامتياز صح لكن في بعض المرات كثرة المستثمينين في الدولة الواحد غاد لا يعطي الإضافة المرجو في النهاية ما رأي يأطلونك 6-7 مقاعد دولة طال أربعة هم أربعة وكلهم مستثمارين أعتقد ممكن في صعبة تواجهها لكن إذا كان هذا هو من ينقض نادي تشلسي فأتمنى أن ينقض نادي تشلسي يعني أنت تأيد تواجد الاستثمار الخليجي لكن متفرق أو متنوع عندك الدور الإسباني لا يوجد استثمار قوي خليجي أو عربي كبير في الدور الإيطالي الاستثمار ما هو كبير صح أعتقد هذه الدورة تختار يعني قليل الموضوع أيضا هو في استثمار في PSG وفي نادي FC باريس أيضا ملاكة خليجي أتمنى يصعدوا نشوف ديربي خليجي في مدريد باريس يعني ممكن تكون إضافة جيدة لكن أعتقد البرقاطية في إيطاليا تمنع الاستثمار العام بشكل عام الاستثمار الكبير البرقاطية هناك كتابنا وكتابكم الموضوع في إيطاليا في إسباني ممكن الموضوع في بعض الأندية ملكية جمعية عمومية مثل الأربع عندي من ضمنهم برشلونة وريال مدريد وأيضا بالباو يصعب بعض الأمور بالنهاية بيئة خصبة جدا في الدور الإنجليزي حقوق نقل تيفيزيوني بروح هذه ممكن تؤتي إرادات عالية جدا نتمنى هذا الأمر يحصل إذا كان إنقاذ لتشيلسي لأن قناعة تشيلسي صنع منافسة كبيرة تذهب قبل تشيلسي كنا نشوف فقط أرسنل منشستر لكن مع دخول تشيلسي فإن دور الإنجليزي يعني ازداد بريق أنه يكسر فيه منافسة ممتازة وأيضا تشيلسي قدر يحرز بطولتين في دوري أبطاء أوروبا إذن كان يمثل قفرة تبثين ممتاز جدا وفي النسختين خنقول كان من أبعد خنقول الناس اللي تم ترشيحها للحصول لهذه البطولة يعني في الشامبينز ديك في سنة يحتاجي غير مدرب نصف الموسم عشان ياخذ البطولة أم سنارياتهم جميلة ضبط معهم الموسم سنارياتهم تحسنا فعلا في نفس جديدة يدخل معهم مع تغيير مدرب دائماً موسمة لطبيع يمون قوي من البداية إلى النهاية بالتالي متوقع فوز دائماً فوز يكون مفاجئة ويعطي حلاوة للبطولة إذا كان فريق طالع صحيح خلوح حق فيديو نبقى مع تشيلسي مرة أخرى وهذه المرة كلوب مدرب ليفربول يعبر عن رايا خنشو فيديو كلوب ونرجع نعلق عليه I don't think it's it's really fair to ask me because you're much know but you're much longer than this country and did you care really did anybody really care when Newcastle got taken over do supporters really care that's a question I think it's pretty obvious where the money is coming from so it's like everybody knew it but we accepted it that's our fault that's a society fault we accepted it and now obviously we think oh no now we can't accept it anymore so and now we we punish them it's not Chelsea's fault بو علي اليوم كلوب يقول من كان يهتم عندما اشترى Ibramovic نادي Chelsea بأنه مواطر روسيا الآن يصبون العقوبات على النادي رايك بتصريح كلوب وهل تؤيد كل هذه العقوبات التي انهالت على Chelsea اليوم يعني له وجهت نظر ريال يقول وقت ما Ibramovic شارى النادي ما كان في أحد ملتفت له اليوم كمية ممتازة من نجوم خصوصا potential العالي مع فترة بداياته سواء رانييري من ثم جوزي مورين العقوبات يعني أنا شخصيا إلى اليوم ما قرأت أي خبر في أسالة تواصل اجتماعية أو حتى في الصحفة الإنجليزية بإدانة رومان أبرام بيتش بأي عقوبة الحجر على الأموال أو في بعض الأسالة تواصل اجتماعية وأخبار حطوا أن مصارة أموال دون وجود تهمة على الرجل هذا بحث يعني غريب جدا أنت وقته ما كنت محتاجه كنت محتاج يكون فيه أموال فيه ضخ داخل الدور الإنجليزي فيه حركة داخل سوق انتقالات كان مرحب فيه لكن اليوم سنقول إذا كانت عند علاقة شخصية مع القائمين على هذا الحرب في أوكران بين أوكران وروسيا هل المفروض أن الكيان كامل مثل جيلسين يضرب بهذه الطريقة في هذا الوقت وفي هذا الوقت في وقت حساس إلى الآن في الغنمية يضمن تأهل دوري أطال أوروبا لم يجهز هذا الدور دور الستعشر عنده مبارا مواجهة أمام نادي ليل في أياب دوري أطال أوروبا أعتقد وقت كان صعب جدا على نادي الجيل صعب جدا على الجمهور تصريح كلوب يعني تصريح مطول من حتى أنتقد أنتم ما رأيته وحتى الملاك الجدد لنادي نيوكاسل هل الآن سيكون في نظرة لهؤلاء الملاك يعني ليش دائم التركيز على الملاك اللي ما هم من نفس الأفكار ما هم ملاك ليفربول إنجليز أمريكان ملاك منشستر أمريكان يعني نظرة مختلفة وهم لهم نظرة غريبة جدا لكن الجزئية البسيطة اتحادات عقبت اتحادات أوقفت منتخبات لم تشارك بطرات قارية وعالمية بسبب تدخل السياسة في رياضة هم يدخلون السياسة في رياضة بشكل واضح وصارخ يعني فأيضا في ناس من تكلم عن قضية الفلسطينية عقبوا شفنا يوميا أو بالإيقاف لكن أنت تعرف أن دائما قوانينهم مطاطية يستعملوها متى ما يبون ويوكبون الأهواء والمصالح صحيح ممكن حتى شفنا اليوم اللاعب المصري اللاعب الأسكواش الذي حقق الإنجاز البطل يعني اللي تكلم أجبره على الحديث عن هذه الحرب واتكلم يعني قال القضية الفلسطينية صالها سواله برمتاد سواله برمتاد حلوة ولم يتم الحديث عن هذه الحديث استغل هذه المنصة بطرح فكرة ممتازة جدا خرح مع الدوري الإنجليزي وتغريدة حول راشفولد لاعب مانشستر يونايتد رالف رانجيك مدرب مانشستر يونايتد يقول أن راشفولد بإمكانه الرحيل إذا أحس أنه لا يحصل على العدد كافي من الوقت للعب رانجيك يصرح بهذه الطريقة وهو يعلم أنه لن يكون المدرب في الموسم المقبل شنو تفسرها بو عليك التوصرح ممكن يعطيك جانبين هو يعلم ممكن سيتمتل تمديد عقدة وإن قبل شوان نحن نشوف الجدول صعب جدا مانشستر يونايتد أبطال ربا مع تبقى مباريات كثيرة جدا لهذه أرسنال وهو أساسا متفوق على الترتيب أو وناقص ثلاث مباريات ممكن وستهم لكن مانشستر يونايتد صعب جدا هل تمتجد العقد له ممكن هذا الأمر يحصل أو أنه يعود لوظيفة السابقة اللي كان موجود فيها كمدير ياطي كمدير المشروع فممكن هو درب وشاف إمكانيات اللاعبين من ثم هو سيكون من يقود ملف التعاقد مع المدرب القادم صح لمانشستر فممكن هو يرى اللاعب هذا ما هو من أقل ممكن كذلك ينقل صورة الإدارة يعني أكيد عن طريقة هو دخل في غرفة الملابس نعم عاش مع اللاعبين عاشر اللاعبين يعرف إمكانياتهم يعرف عيوبهم امتيازاتهم فالنهاية المدير ياضي هو صاحب كل مشروع أكيد هو من يجب مدرب يتماشى مع إمكانيات اللاعبين وأيضا لدخل كبير في سوق الانتقالات فممكن عاش مع الفريق لمدة ستة شهر أو ما يزيد عن ذلك حتى يعرف الأجواء العامة في غرفة الملابس ممكن عطفا على يجب مدرب معين قد يكون فكرته أن هذا اللاعب لا يستعق تواجدها كثيرة احنا دائما نشوف في أرضية الملعب ما نعلم عن تصرفات اللاعبين خارج أرضية الملعب الالتزام الانضباط المحافظة على الصحة الجسدية والصحة النفسية هذه أمور مهمة في عالم أكيد خصوصا في الدوريات الكبرى نبقى مع منشستر يونايتد وتغريدة حول الأسطورة كريستيانو رونالدو رونالدو يصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في التاريخ مع الأندية والمنتخب برصيد 806 أهداف اليوم رقم إعجازي للدون رأيك بهذا الرقم وهل من الممكن تحطيمه فيما بعد كرة القدم دائما يطلع فيها نقول هذا النجم ما رح يطلع نفسه وهي واحد يحطم أرقامه ويحطم أرقامه ما أعتقد كرة القدم رح توقف عند شخص لكن رونالدو اللي يفعله في هذا العمر اللي يفعله في هذا السن صدقني ما حد رح يعرف قيمة العمل اللي يعملها الذي لعب في نادية يعني هو إضافة قيمة كبيرة كرويا لكل من لعب في فريقه ما هو لعب في اليوفنسوس تعرف قيمة تعرف كيف يحلك مباريات من الصعوبة بمكان أن يجي لاعب ويحلها أنا أذكر تصريح مرسل يقول في مباريات في دورة أطالة أوروبا كان يدخل ونحن فينا خوف فينا رهبة من الجمهور وأجواء الملعب رونالدو كان يقول مرروا لكرة وأنا أتصرف فيمتلك شخصية وكاريزما وأداء ومحافظة على نفسه قد يكون هو أفضل مثال للاعب صنيعة النفس وأيضا استمرارية وديمومة في المحافظة على الياغة البدنية ومن الجانب الرياضي ممكن يكون هو الأفضل في العالم بإضافة للروح المعنوية اللي يضيفها للفريق يعني هذا جانب آخر أيضا يضع نفسه أهداف ممكن حتى ما تخطر على البال نعم بسبتها أهو ميسيا عرفنا أرقام قياسية ما كنا نعرفها تلاقي اللاعب ما يدرنا عندها الرقم القياسي أصلا فالاسمين فعلا أضافوا لنا وإحنا محظوظين أننا عشناهم من البداية فعلا ما أظن شارف الموضوع النهاية خنشوف الدوري الإيطالي وفرحة ميلان بالفوز مع هالفيديو ونرجع نعلق عليه ميلان يواجه نتائجه الإيجابية ويحافظ على الصدارة اليوم فريق المدرب بيولي يواجه صعوبات كالعادة أمام الفرق الصغيرة ولكنه حقق المطلوب هل قوة خط الدفاع هي سر نجاح ميلان اليوم وما يحققه من نتائج ويعني استمراره سنقول في الصدارة أنا أعتقد قوة خط الدفاع اليوم يعني ممكن كثرة الإصابات في الميلان خلت كل لاعب عنده صمة اللاعب الأساسي فغياب اللاعبين ما يخلي اللاعب الآخر يحتاج مباريات أو دقائق معينة حتى يدخل في الأجواء نعم نشوف خط دفاع الميلان اليوم بالمدافع الرابع والمدافع الثاني الرابع لهو كالولو يقدم أداء ممتاز جدا مع نادي الميلان وهو من سجل الهدف اللي شفناه في الامبارات الأخيرة ممكن خط الدفاع يعطي امتياز هذا الانتصار جيد جدا للاعب الميلان لإدارة ميلان لجمهور الميلان يكون على اليقين على استمرارية الفريق وأيضا على حظ النقاط بشكل ممتاز ممكن نحن نقع نتكلم نادي تورينو متقدم على الانتر بهدف إذا حطوا قولوا أنا هو ما أدري بعد فممكن إذا تعثر الانتر في الامبارات الميلان يأخذ امتياز آخر لكن أنا بقناعتي هذا الفوز يعني مفروض منه هذا الفوز لازم تحقق إذا تم تنافس على دوري الفوز بالدوري إيطالي أمام فرق مثل أمبولي والفرق على هذه خي نقول هذه المستويات وهذه الشاكلة لكن انتصارك على نادي نابولي هو الانتصار الفعلا حقق الفارق هو الديفرينشل لما تنتصر على الانتر لكن الانبارات إن أردت المنافسة يجب أن تنتصر فيها الانتر جيدة لمنافسة ما أعتقد أنها مرعبة بوعلي نشكرك على تواجدك معنا كان ودنا نتكلم أكثر عن الدوري الإيطالي وما إلى ذلك لكن إن شاء الله في الحلقات المقبلة نشكرك على تواجدك معنا اليوم في برنامج A2Z مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم إن شاء الله في حلقات المقبلة وإلى ذلك الحين فمان الله اشتركوا في القناة